مجلس النواب أكثرية من الديمقراطيين ونائبة الرئيس تصوت في مجلس الشيوخ ولذلك 50 صوت من الحزب الديمقراطي بالإضافة إلى صوت نائبة الرئيس بإمكان الرئيس أن يتخذ أي قرار يراه مناسبا ولكن فيما يتعلق بمسألة إيران أظن أن إيران لها نفوذ أكثر من السابق في الوقت الحاضر بوجود بايدن أعتقد بأن إيران هي التي سوف تضع شروطا في هذه المفاوضات لا أعتقد بأن إيران سوف تدرج في أعمال المفاوضات مسألة الصواريخ الباليستية وهذا ما قالته صراحة قد مثلا تتمكن إيران من إجراء ضغوط أكثر على بايدن لكي تتمكن من تمرير أي مشروع تريده في المنطقة إذا ما بقي الرئيس بايدن مصرا على أنه يريد من إيران العودة إلى التفاهم النووي طيب ولكن الضغط